وعايز أقف كتير جداً 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 كمان مرة عند محمود حسن تريزيجيه هذا اللاعب الرائع هذا اللاعب العظيم هذا اللاعب المحترم هذا اللاعب المخلص دائماً وأبداً محمود حسن تريزيجيه في كل المواقف هو العنصر المؤثر جداً في منتخم مصر الحلول غالباً بتبقى عنده عنده إمكانيات فنية طبعاً عنده روح عالية مفيش بعد كده محمود حسن تريزيجيه في كثير من المباريات الصعبة لمنتخم مصر كان دائماً وأبداً حاضر هجومياً ودفاعياً تريزيجيه من الجناحات الندرة في العالم يعني اللاعب اللي بيلعبوا ناحية الجناح اللي بيعمل أدوار دفاعية كتير قوي قوي وما بيزهقش فيه لعبة أجنيحة كتير تحديدة المهرية واللي عندهم سرعات يقولك لعي سيمني في الجزء الهجومي والأضواء الدفاعية قللها علي تريزيجيه بيعمل اتنين بنفس الكفاءة تريزيجيه النهاردة في كرات كثيرة كان آخر واحد عند ادفاع منتخم مصر في كرات كثيرة كان آخر واحد في هجوم منتخم مصر براسه ده الجول اللي جابه الأولادة التحرك والاندفاع والضربة الراس ايه الجمال ده الكرة بتاعت الجول التاني هي بتاعت تريزيجيه انا بحب تريزيجيه بصراحة يا جماعة وانا متأكل حواتكم جمان كمان بتحبوه يعني تريزيجيه ده من اللاعبة اللي الصعب بتلاقي اتنين مشجعين لمنتخم مصر مختلفين عليه صعب جدا مش اقول مستحيل بس صعب جدا مين ما يحبش تريزيجيه مين ما يحبش اداء تريزيجيه مين ما يحبش اخلاص تريزيجيه في المرعب روح تريزيجيه في المرعب تحية كبيرة لي مبارح كان في المؤتمر الصحفي لقطة عريضة لحضراتكم دلوقتي وهو الصحفي بيسألوا ان عندك اصابة طبعا تلعبوا لا فقال له لا انا اتغيبت بس عشر تياما فريق لكن انا جايز مية في المية وده منتخم مصر لو برجل واحدة العب اسمع اسمع الكلام اي واحد هيلعب هيشيل اسم بلده وهو العيبة كلها تبقى في ظهره فاخنا اولا مش فرق معنا مين هيلعب عشان احنا متأكدين اي واحد هيلعب هيشيل اسم بلده بالنسبة لنا انت متابع دور التركي ولا مش متابع معنا بالي كتير بلعب انا اتصابت عشر تيام بس اتصابت عشر تيام ورجعت العب تنهي الكاس ورجعت العب تنهي طبعا جاهز لو برجل واحدة في المنتخب اجاهز اي واحد بيتمنى ان هو يبقى موجود في منتخب مصر احنا ماشاء الله مية عشرين مليون والواحد كل معسكر بيجي فيه اكنه جاي بيتولد من جديد مش اللي هو انا جاي عامل حساب ان انا جاي كده كده جاي المنتخب والكلام ده لا انا كل معسكر بمستنى الاسكوات تنزل عشان بستنى اليوم اجالعب فيه منتخب مصر حتى لو برجل واحدة يعني ايه الجمال ده ايه الجمال ده يقولك العب ولو برجل واحدة قالك كل معسكر لمنتخب مصر اكني بيتولد من جديد بستنى القايمة بتاعت منتخب مصر عشان اجالعب ولو برجل واحدة تريزيجي صادق في مشاعره في روحه وانتماؤه المنتخب مصر صادق جدا نهارده في السلام الوطني وهو اللعيبة في الملعب تبص على وش تريزيجي وحاطت ايده وساند ايده على زميله وبينفعل مع السلام الوطني مفيش بعد كده مفيش بعد كده جمال السورة هي واقف ومنفعل ومتحمس خلاص مفيش بعد كده من تريزيجيب صراحة بص طبعا طبعا صلاح اسطورة اسطير كرة القدم المصرية اهم لاعب في التاريخ طبعا ونعشق صلاح منساسه الراسه بس خلاص يعني ايه صلاح خد حقه وزيادة وحقه اسمه حقه خلاص تريزيجي يا جماعة لا لازم ياخد حقه اوش الراجل ده كاس العالم اللي فات لو تفتكروا هو اللي وصلنا لقطة الكونغل شهيرة وضربة الجزاء ودخل في منطقة صعبة جدا ماتش غانة تصفيات كاس العالم في الافتتاح وكل التفاصيل دائما هتلاقي تريزيجيه موجود هيجي مدرب دفاعي بيأدي ألضار رفاعية ممتازة مدرب هجومي هيقدي ألضار هجومية ممتازة هتلعبني في ناحية الشمال هتلاقيني هتلعبني في ناحية اليمين هتلاقيني في نص الملعب هلعب برجل الشمال هلعب برجل اليمين هلعب براسي مدهش تريزيجيه بصراحة شرف لنا والله انك لعب لمنتخب مصر اكيد شرف لك انك بتلبس شيرت لمنتخب مصر بس بالنسبة ان احنا كمشجعين لمنتخبنا نشكرك ودائما بتشرفنا محمود حسن تريزيجيه انت وكل زمايلك في منتخب مصر